الكابتن رامي عدم سأخيري كابتن رامي سأخيري 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 بوجودك معنا النهار أنا سأسعد والله في وجود يمحاكم في القوات النادي الأهلي طبعا وفي بيتك كمان لأنك من اللاعبين اللي لهم مكانة خاصة في ناس انتقلوا لنادي الأهلي من أندية أخرى وربما ما انتهاش مشوارهم داخل الملاعب في النادي الأهلي لكن فضلوا مرتبطين بالنادي ده بالكيان بالمسؤولين بالجمهور أكيد أنا على طول باعتبر نفسي ابن من ابنان نادي الأهلي طبعا الأول طبعا نادي المقاولين طبعا هو بيتي الأول طبعا وباعتبر النادي الأهلي هو بيتي زي وزي نادي المقاولين بالزبط لأن أنا طول عمري راجل أهلاوي من بيت أهلاوي فما حستش أن أنا غريب عن النادي الأهلي خالص ونادي ارتبطت به طبعا كل حقا كويسة فطبعا ده بيتي طبعا يعني زي وزي نادي المقاولين بالزبط أو لأي مجال آخر اللاعبين المحترفين دايماً بعد نهاية نشوارهم بيركزوا عليه لكن بعد ما انتبع معاكم مع مشاهدينا هذا التقرير كابتن الرميع عادل طبعاً كان مدافع كويس جداً كان بيلعب ظهير ثالث وكان لعب في الأهلي طبعاً فترة ولاعب في الموجهين العرب كان مستوى كان كويس جداً يعني نذكره بكل خير يعني كان دفاع وكان مجتهد وكان لعب ممتاز بلا لقدر أقوله وربنا وفقه مش راح المعاولين بعد كده وتاني راح تقريباً تنقل بتاني كذا نادي وفي كل نادي بيروح بيثبت وجوده رميع عادل كان مدافع قوي جداً كان برضو بيعرف يجيب جوال يهدف مع أنه هو أساساً مدافع ولعب مع المنتخب المصري وكان ليه دور فعال كان لعب كويس جداً من المدافعين الكويين جداً كان رجل كويس جداً عاجونه كان بشوت شوط كويسة يعني وهو راح كذا فريق كويس جداً هو لعب ممتاز بسرعة اشتركوا في القناة